متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة معاكم مروة سليمان وفيديو جديد وارجوع مرة أخرى إلى كنفا علشان نحط كده في فيديو واحد تلت تطبيقات مهمة لكتابة النص بشكل مختلف عن الكتابة العادية داخل كنفا في تلت تطبيقات دلوقتي حالياً أنا بشوف إن هم من أفضل التطبيقات الموجودة داخل كنفا علشان أخلي النص بتاعي على تصميم مختلف أول تطبيق هتكلم عنه النهاردة وهو تطبيق type lettering علشان تروح تدور على أي تطبيق بتبتدي تروح للأبس ومن الأبس بتبتدي تكتب في السرش بار اسم التطبيق بتاعك أنا هنا هكتب type lettering هو بيظهر معايا أول مكتب type في drop down list أو القائمة المنسدلة هنا هدوس على التطبيق بتاعي والتطبيق دا للأسف بيدعم فقط اللغة الإنجليزية حبتدي أختار التمبلت دا وهنا في الـ preview بيوريني التمبلت وفي حاجة مهمة جداً حاب أقولها شايفين الـ background دا؟ الـ background دا بس علشان تشوف شكل التكست عليه لكن مش لأي شيء آخر يعني مش لما هتعمل add to design حيديك background لأ خالص إطلاقاً فأنت سيبه زي ما هو لو أنت عايز تغيره للون تاني علشان تشوف التكست أكتر غيره هنا ببتدي أن أنا أكتب التكست بتاعي عايز بس أوريك أنه هو باللغة العربية مش بيدعم اللغة العربية زي ما احنا شايفين كده بيديني علامة تستفهم عشان برضو إيه أأكد لك النقطة دي هنا مثلاً هكتب every day كل يوم موقع جديد هنا أنت ممكن تعمل لو في عندك أكتر من سطر لو نزلت كده حقدر أن أنا أتحكم فيه أنا هنا مش عايزة أعمل غير سطر واحد هرجع مرة تانية وهنا تقدر أنت تغير في الألوان الخاصة بالتكست بتاعك تقدر تغير في الفونت نفسه يعني لو الفونت مش عاجبك ممكن تغير الفونت الفونت اللي ريحك أنا هنا غيرت الفونت زي ما أنتوا شايفين زي ما قلتلكم حقدر أن أنا أغير في الألوان ممكن أجي هنا مثلاً أغير للون ده أجي هنا أغير للون ده تقدر تغير في الألوان زي ما أنت عايز وتبتدي في الآخر تقول add to design وما تنساش لو عايز تغير اتجاه النص من يمين للشمال من الشمال لليمين أنا كده هسيبه زي ما هو وفي الآخر خالص ببتدي أقول له add to design حيبتدي يضف لي design بتاعي بالمنظر ده كده طبعاً الألوان بتترتب على التصميم نفسه هنا ده blank فاضي علشان بس أقارلك ما بين الثلاث تطبيقات لكن أكيد أنت بتختار الألوان بناءً على التصميم نفسه نيجي بقى لي تاني تطبيق معايا تاني تطبيق هو type extrude حبتدي أروح لي الأبس ومن الأبس حبتدي أختار type extrude فين الأبس؟ الأبس أهيه حروح هنا أكتب type هو ظهر معايا في الأول ما فيش مسافة ما بينهم type extrude وهنا هو ممكن تعمل dark background وده اللي بفضله علشان أشوف التصميم نفسه هنا أنا هكتب بالعربي أشوف هل بيدعم العربي؟ لا ما بيدعمش العربي يبقى حرجع للغة الإنجليزية مرة تانية every day a new website وهنا هختار الفونت بتاعي الفونت بتاعي اختار الفونت مختلف شوية وهنا ممكن تغير الإفكت زي ما احنا شايفين في كذا إفكت وفي حاجة اسمها 3D shadow موجودة فيه البرو الجزء المتعلق بيه العمق بتاع الشادو الأنجل بتاع الشادو الشادو أوباستي مدى عتامة الشادو وهنا في الآخر بتقول add to design وزي ما احنا شايفين ده التكست التاني بالمنظر ده كده تعالوا بقى لتالت تطبيق معايا النهاردة خاص بيه التكست هروح مرة تانية للأبس وحبتدي أكتب تكست ميكر تكست ميكر هسيب مسافة هكتب لك الثلاث أسامي في الوصفة أسفل الفيديو هيكونوا محطوطين تحت الفيديو بتاعنا وهنا التكست ميكر فين التكست ميكر ايه دي التكست ميكر والتكست ميكر بيدعم اللغة العربية ودي حاجة جميلة بقى ان يبقى فيه application بيدعم اللغة العربية والجميل كمان ان فيه templates مختلفة يعني فيه عندي هنا templates مختلفة هنا هاختار ال red white واشوف كده بالنسبة للغة العربية اخد بالك مش كل template هيتكتب فيها اللغة العربية بشكل مظبوط انا بس حاب اقولك الحتة دي كل يوم موقع جديد هنا برضو ممكن ان انا اغير الفونت طبعا الفونت دي تبقى باللغة الانجليزية فعشان الاقي فونت تاني نشوف كده لو فيه الفونت باللغة العربية اعطاني فونت جديد اهو باللغة العربية وهنا line height ارتفاع line وهنا حيبقى لو انت عندك الكتابة كمان باللغة الانجليزية ممكن تبعد الحروف عن بعض في العربي ما تبعدهاش قوي يعني انت كده حد ما تبعدهاش قوي يعني ممكن نخليها كده كأن احنا بنمط شوية الكاستمايز كالر ممكن تغير الالوان شوية لو انت حابب بتروح كده تدوس وتغير الفيل الخاص بالالوان وتبتزي ان انت تختار الافكت طبعا الافكت اكتر هيبقى في اللغة الانجليزية افضل في outline outline 3 تخلي في 3D 2 outline 2 1 زي ما انت عايز بتقعد بقى تغير وتلعب في الافكت دي وفي الاخر خالص بعد ما تزبط كل حاجة تبتدي ان انت تقول add to design وهنا هو اعطيك حتى في البرو الmedium واللو لازم تبقى عامل انت upgrade للابليكيشن عشان تستخدم الحاجة التانية زي مش مشكلة انا ده كده بالنسبة لي كافي جدا وهقول له add to design وآدي تالت تاكست معي طبعا في حاجات احسن من كده وفي ناس بتعرف تصمم افضل مني بكتير انا بس بوريك 3 applications او 3 تطبيقات الموجودين داخل canva وانت استغلوهم بالشكل الصحيح وحرجع اقول اختيار الالوان بيكون تبعا للتصميم نفسه ده كان فيديو صغير وخفيف عن 3 تطبيقات موجودة داخل canva وهما type lettering type extrude text maker بيستخدموا في كتابة النص بشكل مختلف اشوفهم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة